نعمل اول حاجة سويسرول بالموز برعاية كاكاو دريم مقادير الكيك كلها اضربها في الخلاط سهلة وبسيطة جدا ومش اكون تقيلة على الخلاط لان انا مستخدمة كباية دقيق واحدة فما فيش داعي ان انا اضرب بمضرب كهرباء او ان انا اضرب السوال الاول كلها في الخلاط وبعدين انزل بالمواد الجافة لا كلها هيتضرب في الخلاط علشان هي كباية دقيق واحدة طيب مقاديرنا نزلت على الشاشة مقاديرنا بتقول ان احنا ايه مقادير الكيك كباية دقيق ثلاث تربعة كباية سكر ثلاث بيضات معلقتين صغيرين من البكينج بودر ومعلقة صغيرة فانيليا مش حتى مواد دهنية ولا زيت ولا اي حاجة بس بس خلوا بالكم الحتة دي لو لقيت الخليط تقيل معايا سنة وده ممكن ما يحصلش عشان البدر اللي احنا حطينه والسكر لما يدوب هيدينا برضو كمية اه كمية من السويل ممكن نزود معلقتين مية لقيت الخليط معايا مظبوط يبقى مزودش ده بيرجع لايه لكسافت دي اللي احنا بنستخدمه طيب الحشوة نستخدم ايه عاملة حشوة على قدية بسيطة جدا وممكن تستبدله الحشوة دي بكريمة لباني مخفوكة او كريم شنطي مخفوك وتحط عليه كاكاو دريم عندي ايه في الحشوة نص لتر حليب معايا ربع كباية من السكر معلقتين كبار كاكاو خام من دريم معلقة كبيرة من النشا معلقتين كبار ونص دقيق معلقة كبيرة فانيليا معلقة كبيرة من الزبدة وثلاث حبات موز طيب حبات حبيتين على حسب الحجم اللي للسويسرول وعلى حسب ما ياخد معنا تمام كده طيب التزين هنزين بايه حاجة بسيطة جدا مستخدمة كريم شنطي او كريمة لباني مخفوكة مع شوكولاتة مبشورة وفراولة اللي موجود عندك ممكن تعملي ان انت تجلسيه بكريم شنطي وتبدأ تحط عليه صص شوكولاتة من فوق الوش اللي موجود عندك استخدميه ووظفيه تعالوا نبدأ نعمل الحشوة ونركنها على جنب علشان الحشوة دي هي اللي هحشي بيها السويسرول اللي أنا سايباه يبرد بسم الله الحشوة نعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم قادي الحليب هتلاحظوا ان الحلة كانت سخنة علشان ما ياخدش معايا وقت قادي النشا هنحط كل المكونات مع بعضها واضربها الاول على البارد عايزة دوبها خالص على البارد قبل ما ارفحها على النور قادي السكر قادي الدقيق وقادي الفانيليا طب احنا كده لسه عندنا كاكاو وعندنا زبدة الكاكاو هحطه دلوقتي لكن الزبدة في الآخر خالص بعد الخليط ما يتقل معنا بسو كده نفتح كاكاو دريم العلبة الاقرب الى قلبي بصراحة وقادي كده بحب كل مرة ان انا افتح الكيسين وحطهم في العلبة ونسحب منها بعد كده علشان ما فضيش كيس واستنى لما كيس يخلص او انا احطه في العلبة واخد منه وارجع شلك العلبة كلها زي ما هي كده هوت في المطبخ احنا كسكتات بيوت ما بنحبش الزحمة خلص جات جي الكسين نفتحهم نحطهم في العلبة ونقفلها ونحطها في المطبخ او في التلاجة كده كده العلبة بتاع الدريم اما بتتقفل ما استحاله يخش لها اي روايح او الكاكاو يقرب في اي حاجة بس كده اهو وراح حطه معلقتين كبار منه على الخليط وهو بارد مش شكل ده كده وابده اعمل ايه اقلب كل الخليط دوت كده على البارد علشان الدقيق والنشا والكاكاو يدوبوا خالص معي وما يكتلوش على النار ومجرد ما يدوب معي يرفعه على النار مع التقليب المستمر اول ما يبدأ ان هو يتقل معي وخلاص هشيله من على النار اروح اطاله معلقتين الزبت علشان يديني بقى لمع حلوة كده ويديني نعومة في الخليط واحنا بنحشيه بس كده خلاص اهو داب كل المكونات اللي انا حطتها دابت معي ارفع بقى على النار بسم الله مع التقليب المستمر هيبدأ ان هو يتقل معي ويديني خليط مش عايزة يوصل ان هو يكتل ويبقى عامل زي المهلبية التقيلة ولا عايزة ان هو سايل علشان السويسرول لما نحشي بيه ما يشربهوش هوريكو القوام اللي احنا عايزينه يبقى ازايه طيب هنبصو هقلبه هو قديني قلبت نجيب طبقه كده وهروح احط مكونات الكيك في الخلاط على مبدأ ان الحليب يسخن وابدا قلبه تاني حطيت البيض والسكر والفانيلي هادربهم كويس قوي مع بعض بسم الله دربت الخليط كده كويس مع بعض اروح تحطى البيكن بودر مع الديقيق وهقلبهم كده وانزل بيهم على الخليط بتاعنا وانصاب باشتغل في الكيك وفي نفس الوقت بيدي على الحشوة بتاعتنا علشان ما تكتلش مني وتتلسع في الحلة بتاعتنا وتبدأ ان هي ريحتها ما تبقاش حلوة لأ هبصو لازم الخليط يبقى ناعم خالص بالشكل ده هسيبها ثانية على مضرب الديقيق اللي انا حطيته مع البيكن بودر في الخلاط بسم الله الخليط بتاعنا محتاجش ان انا ازود ولا معلقتين مية ولا حاجة ليه انا قلتلكو هتفرق من نوع دقيق لنوع دقيق اهو سهل جدا وبسيط لان انا حطها هي هي كوباية دقيق واحدة مش كتير وانحنا بنقلب كده الخليط بتاعنا تاني هوا عشان بدأ يتقل معايا وشكلها هشيله دلوقتي منع النار بصو كده الخليط بقى عامل ازاي حطيتله الزبدة وهسيبه شوية على الكيك ما يتحط في الفرن ونبدأ نحشيه علشان يكون برد معنا ونجيب صاج كده حطين فيه ورق زبدة وهبدأ افضي فيه الخليط الصاج يكون صغير علشان بصوا الخليط بتاعنا عبارة عن ايه انا هصبه دلوقتي في بولة عشان تشوفوا الكمية اصلا احطت كوباية دقيق فمش عايزة الصاج يكون كبير بصوا كده حصل خير بصوا ايه دي الخليط اهو بتاعنا بتاع الكيك طيب لو انت دلوقتي عايزة تعملي الخليط يكون بني والحشوة اللي في النص هي اللي بيضة هتعكسي هتحط كاكاو ديرين في الخليط بتاعنا مع لقتين كبار في اللحظة دي بقى ممكن ان هو يحتاج فعلا مع لقتين الميا اللي قتلكوا عليه والحشوة ممكن ما نحط لهاش كاكاو يبقى احنا كده عكسنا وستو كده بننزل كل باللي في الخلاط علشان هو اللي هنحطه في صاج صغير ما نكبرش الصاج عشان ما يطلع شرقية قوي بيتحرق مننا في الفرن الصاج عامل ازاي؟ هاجيب ورقة زبدة احطها على الصاج وفضي الخليط اللي احنا عملناه ده عليه الفرن بتاعنا شغل على درجة حرارة مية وتمانين وكده بسم الله الرحمن الرحيم الفرن بتاعنا شغل على درجة حرارة مية وتمانين هيقعد قدقية نونة مش هيكمل عشر دقايق ليه؟ لان هو اصلا بصو خفيف والطبقة بتاعته انا عايزاها تكون رفيقة بصو عامل ازاي كده بالشكل ده كده هو لما يدخل الفرن كل دوت هيزبط وكل ده هيبقى حتة واحد تتابعوه ما تنسوهوش هياخد حاجة في الفرن مش هيكمل عشر دقايق ليه؟ لان ده طبقة رفيقة في فرق بان انا اسوي كيكايا ويكون السمك بتاعها عالي وفي فرق ان انا اسوي سويسرول ويكون السمك بتاعه رفيع بالشكل ده بصو كده اهو بالشكل ده كده هيدخل الفرن كل دوت هيبقى سوا واحد بالشكل ده كده فرن بتاعنا شغل على مية وتمانين نحطو بسم الله اقل من عشر دقايق وهيكون واحد اللون اقل من عشر دقايق وهيكون واحد اللون نتابعه علشان ما يتحرقش مننا وينشف لو قاعد زيادة عن الوقت اللي هو متحدد له هتيجي تلف فيها يكسر فانا عايزاي كون طري وياخد ويدي معنا هنقفل دلوقتي الفرن وطبعا احنا عاملين واحد وسايباه عما طلع من الفرن روح تقلبه على ورقة زبدة وروح تلفاه على طول علابته على ورقة زبدة ولفيته على طول بصوا الحشوة السمك بتاعها هعمل ازاي تخلصوا الحشوة وتحطوا عليها كيس تلاجة من فوق علشان الوش بتاعها ما ينشفش ويعمل اشرة كده بصوا كده انا طلعته ولفيته بالشكل ده هعمل ايه دلوقتي لفيته هو يدوب هدي من النار ما ينفعش ان انا اسيبه يبرد لو سبته يبرد اهي لو سبته يبرد مش هعرف الفه لو جيت لفيته بعد ما يبرد هلاقيه بيكسر معي بصوا شكله عامل ازاي بصوا كده انا بصراحة لما بيجي حتى النسخة التانية لما جيه تحشي رح تعمل دي كده علشان دي مع اللفة كانت نشفت قوي بالشكل ده بصوا بقى هعمل ايه ونسيبه الموز مقشرة كده ويكون الموز مش مستوي يكون بص اللي هو لسه مسحصح معانا بالشكل ده كده يعني على قد السويسرول هياخد مثلا موستين بسم الله اهو بالشكل ده وابده ان انا نعمله نفس الحطة كده عشان تبقى اللفة حلو بصوا كده بالنفس الستريتش اهو بصوا 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 ايدي ايه بصوا دي ايه وهي بصوا اروح ساحبة كده بصوا بلف بالستريتش اهو بصوا بصوا بخل ال ماسكة دي كده هي اللي بتلميلي السويسرول بتاعها لفيته سهلة جداً وبسيط وهوريكم اللي هيطلع أصلاً من الفرن لما نيجي نلفه هنلفه إزاي بطريقة سهلة وبسيطة عشان يديكي نفس اللي احنا عاملينه ده نعمل كده ونبدأ بقى التزيين دوت أسهل ما يكون بصوا عندي إيه عندي كريمة خفق أو عندي كريم شون تي زي ما انتوا عايزين وعندي فراولة وشوكولاتة مبشورة أسهل من كده مفيش لأ وعندي كمان هو بصو الشوكولاتة النبي ده مسيك طيب ممكن نسياحه بعد كده بصوا كده هعمل إيه عندي كيس كريم لباني بصوا كده بصوا باخد من الأرضية عايزة تجليسي كله زي ما انت عايزة متيالي أسهل من كده مفيش بقفل السويسرون من الناحيتين بصوا بعمل إزاي كده بصوا من جميع النواحي بلف بالراحة بصوا كده نتجلس من جميع النواحي اهو بالشكل ده طيب ناقص ايه دلوقتي انت حاجة بسيطة جدا هروح عملة كده الشوكولاتة هي مبشورة بالشكل ده وعندنا بقى الفراولات الحلوة بتاعتنا نجيب سكينة كده حمية ونعمل لها تنزيم بسيط خالص كده بقى عندنا سويسرون بقى أسهل طريقة سويسرون اللي عندنا في الفرن ماشي زي الفرن الحمد لله كده ادينا عملنا صنف حلو ما خدش مننا وقت خالص الحشوة سهلة جدا وبسيطة نعملها هي في الاول ونحط عليها كيس تلاجة او كيس بلاستيك من فوق علشان الوش بتاعها ما ينشفش نكون عملنا سويسرون ما بيقعدش في الفرن كتير يضب هو عشر دقايق يطلع وهو يضب هادئ يهدى بس كده مستخنية هوريكو هنلفه ازاي ويتحط في التلاجة شوية وبعد كده نروح حشينه بالحشوة ولفينه تقني وحطينه في التلاجة قبل التقديم على طول بتروحي عاملة الكريمة اللباني زي ما عملنا كده او الكريم شانتي وبتزيني وسحتين وعافي على قربك يا رب على فكرة هي كده الوصفة خلصت بس انا نحطها في التلاجة شوية وفي اخر حلقتنا هتعلقوا منها قطعة علشان تشوفوا شكل الموز من جوه هيكون شكله عامل ازاي مع الحشوة اتمنى تكون وصفتنا النهاردة برعاية دريم عجبتكو واتمنى تطبقوها شوف تطبقاتكو على صفحتنا ان شاء الله بصوا السويسرول ما خدش وقت معانا خالص بصوا شكله عامل ازاي ما شاء الله عليه بصوا بقى اول ما يطلع كده معلش حقك علي وراح عاملة كده بصوا هلفوا في ورقة زبدة عشان الناس اللي ما عندهاش السلش هراح عاملة كده بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم المفروض ان انا بقلب بالصانية بس الشاشة الصانية صخر حصل خير بصوا اتعملت ازاي انا قلبت على الوش تمام وراح عاملة كده بصوا ما شاء الله يسيبوا يهدى شوية بالشكل ده انا ملفتوش في الورقة اللي سويت فيها ليه علشان بعد كده تطلع معايا بسهولة بصوا ما شاء الله عامل ازاي وراحمنا كده بصوا بقى كده انا خلاص اهو سواء هلف طول ولا هلف عرض زي منه بصوا الورقة تبقى من جوه الورقة من جوه اهي بصوا مش شكل ده كده وهو طاري اهو اروح لفة من هنا ومن هنا واحنا نلفنا السمسرول كده هو هو صخم علشان يفضل على نفس اللفة بتاعته دي ممكن نحطه في التلاجة حوالي عشر دقايق مثلا في الشباق طويل نحطه في التلاجة حوالي عشر دقايق او ربع ساعة لحد ما يبدأ ان هو يهدى ولحد ما نعمل الحشوة بتاعتنا وتبدأ اللي هي تهدى هي كمان ونبدأ نفتحه ونحشيه زي ما عملنا انا اللي انا عملته زي انتو حطيته في التلاجة والانا حشيته بالحشوة بالموز حطيته برضو في التلاجة عشان في اخر الحلقة اوريكو ده واوريكو ده بسم الله الرحمن الرحيم نجيب الشوكولاتاية دي كده اعلو بقى كده انا عايز اعامل هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم ننزل حطة واحده كده اهي بشكل ده هروح عاملة كده بسم الله الرحمن بس انا مجيب حاجه اشيك بها احسن تكون اقل بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصوا يعني ألف لك فين طيب ايدي لو احنا عاملين الكيك بني ممكن نعمل الحشوى بيضا ويبقى اللي جوا مسلا ممكن نعمل كمبوت ممكن نعمل يعني فاكهة تكون ملونة ممكن نفرومها من حنطها من جوا في الحشوى ان هي تدينا لون مختلف ايدي حتة تهيس وسرول طالعه في منتهج دماء تعالوا نقطع حتة ثانية عشان محدش يزحل بسم الله نقطع كده شريحة ارفع اهو بصوا بقطع واروح نازلة مرة واحد واروح سحب واشيل كده كده لو انت عايز بقى تقطعيها يعني شريحة رفيعة شريحة خينة زي ما انت عايز نعمل كده اه اسهل من كده واطعم من كده مفيش بالشكل دكت حاجة سهلة جدا وبسيطة ما خدتش مننا وقت خالص والمكونات بتاعتها اسهل ما يكون اشتركوا في القناة